بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم فتاوى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وفي بدايته يسرنا أن نعرض أسئلاتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم وعثابكم الله نذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط والويتساب 0501785536 بداية بارك الله فيكم يسرنا أن نبدأ بهذه الرسالة معالي الشيخ هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الله عن المنافقين أنهم يستعملون الإرجاف والتخويف في صفوف المسلمين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف من الأمور العامة التي تهم المجتمع أذاعوا به نشروه وأجل ترويع المسلمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه وكان هذا من الأمور التي لا تنشر وإنما يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء الذين يتولونها ويقومون نحوها بما يجب من غير إرجاف بالمسلمين وتخويف ولهذا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فيرد هذا إلى الأمور الذين بيدهم الحل والعقد ويردوا إلى العلماء الذين بأيديهم بيان الأحكام الشرعية التي يعالج بها هذا الأمر لكنهم لا يريدون الإصلاح إنما يريدون التخويف والإرجاف وإلقاء الرعب في قلوب ضعاف الإيمان من المسلمين هذه طريقتهم فهناك أمور من الحوادث لا يرجع فيها إلى عامة الناس وإلى الدهمة وإنما يرجع فيها إلى العلماء وإلى أهل الحل والعقد من ولاة الأمور لمعالجتها من غير أن يعلم بذلك عامة الناس نعم أحسن الله إليكم يدخل في ذلك الشائع بارك الله فيكم نعم هي الشائعات 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 التي تروج لا ينبغي ذكرها على الناس وفي المجالس في الصحف وفي تويترات والأدوات التي بأيد الناس فالهذه يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمور نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل عن الإيمان بالبعث ويقول في قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد نعم هذا فيه وعيد للذين ينسون البعث أو لا يؤمنون به أصلا إما أنهم ينسونه وهم يؤمنون به أو أنهم لا يؤمنون به أصلا والواجب أن يكون المسلم على ذكر من البعث والحساب من أجل أن يستعد لذلك وأن ينبه الغافلين نعم أحسن الله إليكم يقول بارك الله فيكم كيف يحقق المسلم العقيدة الإسلامية والدعوة لله سبحانه وتعالى من خلال قوله عز من خلال الشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقق ذلك بتعلم تعلم العقيدة الصحيحة حقيدة أهل السنة والجماعة حقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان المتلقاة عن الله ورسوله في الكتاب والسنة هذا هو الواجب على المسلمين نعم بارك الله فيكم وآثابكم الله يقول بارك الله فيكم ما يكتب على العبد من أمور في دينه ودنياك كيف يكون ذلك من القدر وما هو واجب المسلم في الإمام بالله بقضاء الله وقدره نعم يقول الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر خلق كل شيء قدره تقديرا فالقضاء والقدر ركن الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة قال صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لأن هذا كله مكتوب ومقدر فتستعد له بما يجب عليك نحوه نحوه ولا تغفل عنه ولا يجوز للمسلمين أن يغفلوا عنه بل يكونون على ذكر منه للاستعداد له والعمل والعمل الصالح الذي تقربون به إلى الله ليؤمنهم من شر ذلك اليوم ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نعم أحسن الله إليكم أبو محمد سداني مقيم في المملكة يقول ما معنى التوحيد في حق الله معنى التوحيد فراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه هذا هو التوحيد توحيد العبادة توحيد الأولوهية هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله وأمرهم به قال تعالى وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدون قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم أحسن الله إليكم يقول تعودنا في قريتنا أن أهل القرية ذهبون إلى المقابر في يوم معين ثم يتوجهون إلى قبر أقاربهم فتبدأ هناك النياحة وما إلى ذلك فهل هذا نوع من القدح في الشريعة الإسلامية زيارة القبور مستحبة مشروعة لأمرين لأمر الاعتبار والاتعاب بحال الموتى وليأجل السلام على المؤمنين والدعاء والدعاء لهم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة زيارة القبور مستحبة لأسيما زيارة الأقارب كالوالدين والإخوة والأخوات ثم زيارة عموم المسلمين لهذين الأمرين الاعتبار والاتعاب والدعاء للأموات والسلام عليهم نعم أحسن الله إليكم أيضا هذا السائل يقول ماذا يعني قول الله عز وجل خير الراحمين خير الرازقين خير الغافرين خير الحاكمين فهذه الأفعال لا يفعلها إلا الله تعالى فما التفسيرات المختارة لها هذه الأشياء يفعلها الله ويفعلها الناس بما أمروا من فعله منها فالله جل وعلا هو خير الحاكمين لأنه لا يظلم أحد ويعطي كل لحق حقه وهو أرحم الراحمين وهو أرحم من الأم بولدها نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله أبو هاشم يقول يسعل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليلة والنهار متفق عليه نعم الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت عينيكم ويعفو عن كثير شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة نعم أحسن الله إليكم أنتقل إلى سائل آخر يقول أنا طالب علم وبودي أن أسمع شرح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه الحديث واضح نعم أن الإيمان واسع يشمل كل أعمال الخير بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فالإيمان له خصال له أعمال وكثيرة من أعمال الخير التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة فمن أنكر القضاء والقدر فليس بمسلم ومن سب الدهر بسبب ما يجري عليه من المكاره فإنما يسب الله جل وعلا لأن الدهر إنما هو مسخر ومأمور والذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده العقوبات والشرور لمن يستحقها ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى فهذا كل مرجعه ومرده إلى الله سبحانه وتعالى فلا يسب الدهر لأن الله هو الدهر بمعنى أنه هو الذي يدبر الأمور وليس هو الوقت الذي يدبر الأمور وإنما هو الله ولهذا قال بيده الأمر قلبوا الليلة والنهار هذا معنى قوله وأنا الدهر نعم لأنه يقلب الليلة والنهار وليس الليل والنهار هم الذين يحدثان الحوادث والمكاره نعم أحسن الله إليكم هل يدخل في ذلك لعن الدابة أو لعن إبليس أو غيره لعن الدابة لا يجوز ولهذا لما كانت امرأة تسير على راحلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فلعنتها فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها يعني على الدابة وتركوها فأخذوا ما عليها وسيبوها قال الراوي كأني أنظر إليها تسير مع الركب ولا يعرض لها أحد لأنه قال لا تصحبنا قال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا دابة ملعونة فدل على تحريم ذلك لا يجد الإنسان أن يسب هذه المخلوقات يسب الدار يسب الدابة يسب السيارة يسب هذه كلها مسخرات لك وهي من نعم الله عليك فعليك أن تحمد الله وتشكره وأن تصلح العمل حتى تلقى ذلك وأثار ذلك من الخير عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم وسبش إبليس يقول وسب إبليس لا عن إبليس إبليس ملعون ومسبوب الحمد لله فالواجب عليك أن تحذر منه وأن تعصيه وأما سبه فهو يزيده شرا ويفرح بذلك يقول أغضبت ابن آدم هنا بارك الله فيكم هذا إبراهيم من الدمام يقول في قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا يسأل عن ما المقصود بالصهر وما هو المقصود بالنسب المقصود بالنسب العصبة والأقارب من الآباء والأجداد والإخوة والأخوات هذا النسب هذا النسب الأقارب العصبة وذو الأرحام والصهر هو التزاوج بين الناس الأصحار الذين يتزوج منهم الإنسان وينجب منهم أولاهم الصهر نعم أحسن الله الله إليكم فهد من الخرد يقول في قوله عز وجل في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر يسأل برك الله فيكم عن التوكل وارتباطها بالتقوى التقوى الله عز وجل نعم التوكل من التقوى التوكل على الله من أنواع التقوى المسلم يؤمن بالقضاء والقدر ويتوكل على الله ويعمل الخير ما يقول هذا مقدر ويترك العمل هو مقدر ولكن أنت مأمور بالعمل أنت أعطاك الله قوة على العمل ومكنك من العمل فلا تهمي لتقول هذا قال الله قدر بل تعمل بحسب ما تستطيع من الخير وتتوب من الشر ومن الذنوب والسيئات نعم أحسن الله إليكم أم عمر من الرياض تقول ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة الصبر عند المصيبة يمساك النفس عن الجزع نعم ويمساك اليد من اللطم لطم الخدود شق الجيوب هذا هو الصبر عند المصايب نعم تقول بارك الله فيكم إذا فقدت المرأة صبرها وناحت ولطمت وما إلى ذلك هل هذا يؤثر على المتوفى يتأذى به المتوفى المتوفى يتأذى من ما يفعله الأحياء من أغربه من التأسف ومن النياحة ومن هو يتأذى بهذا نعم أحسن الله إليكم لازلنا معكم أيها الأخوة والأخوات في برنامج فتاوى هذا يقول كيف يكون القرآن العظيم مخرجا من الفتن التي تنتاب الشخص إذا عمل بالقرآن العظيم تعلم معناه وعمل به فإنه يخرج من المحذورات نعم أحسن الله إليكم أبو سليم من الجبيل يقول ما المقصود بحق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله عز وجل بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركو به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا نعم بارك الله فيكم وعثابكم الله من الأسئلة التي وردت أيضا يقول ما حكم من نسي التشاهد الأول وقام إلى الثالثة يرجع إذا كان لم يعتمد قائما فإنه يرجع وجوبا ويأتي بالتشاهد الأول أما إذا اعتمد قائما فإنه يكره له الرجوع وإذا شرع في القراه يحرم عليه الرجوع ويسجد للسهو يكون سجود السهو جابرا لما تركه من التشاهد الأول نعم نعم سؤال هساني يقول هل يعتبر الزوج المفقود في عداد المتوفى حيث أنه غاب لمدة سنتين الآن هذا يراجع فيه القضاء يراجع فيه المحكمة الشرعية وهم القاضي يتولى هذا الشيء نعم هذا أردن مقيم في المملكة يقول ما هي المدة الزمنية الممكنة لتغيب الرجل عن زوجته بسبب طلب الرزق والعمل الوظيفي إلى أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فكذلك الغياب يكون إلى أربعة أشهر نعم سؤاله الآخر يقول كيف أتقرب من الله عز وجل أريد أن يرضى الله عني اعمل بطاعته اعمل بما شرعه الله حافظ على الصلاة تعلم العقيدة وأعمل بها أحسن إلى الناس وكل هذه الأعمال الصالحة كلها مما ينفعك عند الله عز وجل ومما يعالج القصور الذي عندك نعم أبو عامر من عرعر يقول ما نصحتكم لمن أبتولي بالمس عليه أن يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن واستعمال الورد في الصباح وفي المساء والاستعاذة بالله إذا أحس بشيء وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه سميع عليم نعم أحسن الله إليكم ويقول أيضا هل لي أن أذهب إلى الرقات وما هي نصحتكم لبعض الرقات الذين يخرجون عن النمط الشرعي الرقات الموثوق الموثوق بهم في عقيدتهم وفي علمهم اذهب إليهم عند الحاجة أما الذي لا يثق بعقيدته ولا بعلمه فلا تذهب إليه نعم محمد السالمين من مكة المكرمة يقول ما صحة هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدواء الحجامة لا أعرف بهذا اللفظ ولكن الحجامة طب شرعي قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهل تفطر الصائم يا شيخ نعم إذا سحب منه دم كثير فإنه يفطره قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمهجوم نعم بدر العوهلي من شقرة يقول ما تفسير قوله تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم السبع المثاني هي سورة الفاتحة لأن سبع آيات والقرآن العظيم معروف هنا يقول سؤاله الآخر هل يزمني حفظ القرآن الكريم أم أكتفي ببعض الآيات وقراءة القرآن الكريم من القرآن هل يزمني حفظ القرآن الكريم بعض القرآن الكريم أو أكتفي ببعض الآيات والقراءة من المصحف احفظ القرآن مهما استطعت أو بعض القرآن وإذا لا تقدر على الحفظ فأقرأ من المصحف لا بأس بذلك أحسن الله إليكم محمد من الرياض يقول هل أصل رحمي إن كانوا مؤذين وخشيتوا أذيتهم نعم قال صلى الله عليه وسلم صل رحمك وينقطعوك شكى إلي رجل بأن من قرابة أنه يصلهم ويقطعون به قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير نعم أحسن الله إليكم فضلة الشيخ يسأل ويقول هذا السائل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له هل الذي يشرب منه بنية الشفاء يشفى بإذن الله عز وجل وغير ذلك من الأمور كمن يشربه للرزق والعلم وغير ذلك لما شرب له لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماء مبارك وفيه شفاء بإذن الله فهو من أسباب الشفاء نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يسأل ويقول عن الزكاة حفظكم الله يقول إذا أخرت الزكاة لمدة شهرين تقريبين لحاجة ولظروف المالية لا بأس بذلك لا بأس بذلك أن توخرها إلى أن تقدر على إخراجها لا بأس بذلك نعم هل دفع الزكاة لمن أراد الزواج يعتبر واجب أو يعتبر تصل إليه أو من أهل الزكاة يعتبر لا بد أن يكون فقيرا عاجزا عن الزواج وهو محتاج إليه هذا يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج نعم يقول بارك الله فيكم عبد الله أديت العمرة وفي الطواف انتقض الوضوء وأكملت العمرة ثم صليت المغرب والعشاء وأنا لم أتوضى حينها كنت يعني جاهل بالأحكام فماذا أفعل عليك بإعادة الصلاة عليك بإعادة الصلاة لأنها غير صحيحة صليت وأنت على غير موضوء وأما العمرة ففات أوانها ولكن عليك في المستقبل أن لا تطوف إلا وأنت على طهارة نعم أحسن الله إليكم عمر يقول والدي مرضى ثم ذهبنا به إلى مستشفى الطواري وتم تنويمه بعد المغرب ثم توفي صباح اليوم الثاني ولكن في التنويم لم يصل المغرب والعشاء والفجر فهل عليه شيء وماذا ينزمنا نحوه إذا كان معه فكره فإن هذا خطأ ويصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنب يتوضى أو يتيمن بالتراب إذا لم يقدر على استعمال الماء فلا يترك الصلاة ما دام عقله معه فلا يترك الصلاة وإنما يصلي على حسب حاله وأما هذا الذي حصل لا لعل الله أن يعفو عنه بسبب الجهل نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم بيع البضاعة قبل تملكها لا يجوز هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجوز إنسان يبيع شيئا إلا وهو يملكه ويتمكن من تسليمه للمشتري والتصرف فيه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول هذا فضيلة الشيخ صالح بودي أن نسمع منكم النصيحة لقطع الرحم الذي انتشر عند بعض الناس في هذا الوقت قال الله سبحانه وتعالى فالعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وهعمى أبصارهم فقطيعة الرحم توجب الغضب من الله وتوجب اللعنة من الله عز وجل فعلى المسلم أن يتوب وأن يصل رحمه ويطلب منهم المسامحة أما حصل نعم هذه أم سارة بارك الله فيكم تقول كنت مريضة ونظرت بأن بعد الشفاء أن أصوم شهر ولله الحمد شفان الله تعالى ثم صمت خمسة أيام وتوقفت هل يجوز لي الصيام متواصل أو متقطع هي قلت شهرا فلابد أن يكون متواصلا لأن الشهر معلوم أنه متواصل فعليك أن تبدأ من جديد وتصومين الشهر متواصلا نعم أحسن الله إليكم هذا يقول كيف يصلي المسافر صلاة العشاء مع مقيم يصلي المغرب يدخل معه وإذا سلم الذي يصلي المغرب إذا سلم يقوم هذا وهي آتي بالركعة الرابعة نعم يقول بارك الله فيكم عبد الله يقول من انتقض وضوءه في الطواف ولكنني أكملت العمرة يسعى بارك الله فيكم هل الوضوء من واجبات الطواف أم لا نعم لا يصح الطواف إلا بالوضوء قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه أي اشترطوا للطواف ما يشترطوا للصلاة وهو الطهارة نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول أحيانا وأنا أقرأ القرآن الكريم تمر بي سجود التلاوة ولا أسجد عند قراءة الآية في الصلاة فهل هذا فيه خلل لا سجود التلاوة سنة إذا تركت ولا شيء عليك نعم أنا رجل كفيف وحينما أقوم أصلي يصيبني عدم توازن فهل يجوز لي الصلاة على الكرسي إذا كان كما ذكرت إذا وقفت تخشى من السقوط وعدم التوازن فهل تصلي على الكرسي نعم عندي منزل أجرته بمئة ألف ريال فهل على المبلغ زكاة بلا شك إذا حال عليه الحول بعد العقد معنى عقد الإجارة وجبت فيه الزكاة أحسن الله إليكم وأثابكم الله فاطمة من جزان تسأل عن الولد الذي أرضعته الأم هل يعتبر من الأرحام ليس من الأرحام ولكنه بالرضاعة يكون ابنها بالرضاعة لا بالنسب ولا بالرحمة إنما بالرضاعة وأمهاتكم والتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة نعم بارك الله فيكم وهذا السؤال الأخير في هذه الحلقة هذا السائل يقول أقرأ القرآن ولله الحمد وأختم خلال أسوع تقريبا وأقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي المتوفى ما صحت ذلك هذا ما ورد فيه شيء ولكن الأحسن أنك بعدما تفرغ من القراءة تدعو تدعو لوالدك ولمن تريد نعم جزاك الله خيري شيخ صالح بارك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نلقاكم في لقاءة مقبلة بإذن الله عز وجل وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرس سلطان العتيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته